أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام وصلنا برفقتكم إلى الفقرة التحليلية والتي صاحبنا فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشي أستاذ حيدر مرحبا بك ونحن نرافقك اليوم في منشتات سودانية وتحديدا في الفقرة التحليلية أهلا ومرحبا أستاذ راشد نبا وأهلا ومرحبا بالمشاهد الكريم أهلا بك أستاذ حيدر نبدأ معك جولتنا مباشرة من صحيفة السوداني ونقرأ منها البشير يشكل لجنة نعليا لمراجعة أجور العاملين بالدولة علمت السوداني أن رئيس الجمهورية شكل لجنة نعليا لمراجعة أجور العاملين بالدولة حتى تتوافق مع تكاليف المعيشة وقال مصدر مسؤول للصحيفة أن اللجنة برئاسة وزير الدولة بالمالية دكتور عبد الرحمن ضرار وعضويته رئيس المجلس الأعلى للأجور رئيس اتحاد العمال ورئيس اتحاد أصحاب العمل ووجه البشير اللجنة برفع تقريرها في أسرع وقت أستاذ حيدر تشكيل لجنة لمراجعة الأجور أجور العاملين ألا تتفق معي أنها تعتبر خطوة مهمة وقد تخفف كثيرا من أعباء المعيشة على المواطنين طبعا هو مبدئيا لا يمكن رفضها مثل هذه الخطوة مبدئيا هي خطوة مقبولة لا يمكن رفضها بأي حال من الأحوال ولكن كونها تخفف أعباء المعيشة هذا يعتمد على مقدار الزيادة التي ستقررها هذه اللجنة وستجيزها الحقومة وتصرفها فعليا للعاملين حتى الآن لا نعلم مقدار هذه الزيادة وفي الغالب أنها ستكون زيادة طفيفة جدا ومعلوم أن العجز بين الحد الأدنى حد الكفاف يعني متطلبات حد الكفاف من المعيشة والأجور العجز الكبير جدا جدا آخر الدراسات التي تناولت هذا الأمر يعني أوضحت أن أسرة بسيطة جدا مكونة من خمس أفراد يعني تكلفت معيشتها بشكل بسيط جدا يبلغ حوالي 6 ألف جنيه سوداني يعني 6 مليون جنيه في شهر ومعلوم أن الرواتب ضعيفة جدا تطلب من ذلك بكثير نعم بكثير فالأمر يعتمد على الزيادة التي ستقررها هذه اللجنة والتي ستتمكن الحكومة من صرفها فعليا للعاملين أما بغير ذلك فلن يكون لها أي أثر زي جدوى أو له تأثير في تخفيف العب ثم هناك أيضا نحية مهمة جدا وهي معلومة لدى الناس بالخبر والتجربة أيما زيادة تطرع على رواتب العاملين يعني يعني ينقض عليها السوق السوق يعني تلقائيا يزيد في الأزعار لا لأي سبب آخر نتيجة لهذه الزيادات التي طرأت على مرتبات العاملين يزيد أزعاره تزيد الأزعار هذه بالتجربة مسألة معروفة وهذه مسألة يعني محتاجة أيضا للانتباه لها فنعم هي خطوة يعني في الاتجاه الصحيح وخطوة يعني مقبولة وخطوة لا يمكن رفضها بأي حال لكن تعليقا على قصة الأسعار هذه الآن السوق يعيش حالة سيد حيدر حالة من فوضى الأسعار الكبيرة لا يمكن لأحد الآن أن يسيطر على فوضى أسعار السوق تذهب اليوم لتشتري سلعة حينما تذهب في القد أو حينما تذهب بعد ساعتين تجد نفس السلعة ذات السلعة في ذات المكان تجدها بسعر مضاعف قد يكون هذه الفوضى في الأسعار ما الشيء الذي يمكن على الحكومة أن تفعله لحل هذه المشكلة والأزمة الحقيقية طيب هذه الفوضى الحكومة هي السبب الأساسي في هذه الفوضى نعم يعني معلوم قاعدة هناك قاعدة معلومة أن هناك تجار يتربحون ويتكثبون من الأزمات والكوارث هذه قاعدة معروفة ومثبتة الحكومة هي التي تسببت يعني أعطت الفرصة لهؤلاء التجار لاستغلال هذا الظرف هناك غلاء حقيقي صحيح والسبب الأساسي فيه الحكومة نفسها وهناك غلاء يعني يمكن أن نقول أنه غير مبرر مثل هذا السلوك الذي ذكرته أنا شخصيا تعرضت لمثل هذا يعني السلوك غير الطيب من بعض التجار تقريبا كل السودانين تعرضوا بالهجر نعم نعم أنا أحكي عن تجربتي شخصية فرق يوم واحد فقط ونفس السلعة هي سلعة غذائية داخل تلاية أنا اشتريتها اليوم مثلا أمس بسعر عندما عدت اليوم الثاني لشراء نفس السلعة من نفس التلاجة ومن نفس الكمية الكمية تلت ولم تزيد حتى نقول أن هناك إضافة جديدة حصلت طابل أسعار جديدة زيدت سبعة جنيهات خلال 24 ساعة فقط نعم هناك غلاء غير مبرر نهائيا لكن هناك غلاء مبرر من واقع السياسات التي اتخذتها الحكومة سياسات اقتصادية والمالية رفعت سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيه من 6.5 الثلاثة أضعاف هذا يتسبب في الغلاء ولكن ما مصلحة الحكومة أستاذ حيدر أن تعطي مساحة مثل هذه لتجار حتى يستفردوا بهذا المواطن البسيط المغلوب على أمره المنهك والمتعب بمشاكل كثيرة جدا نعم ما هي مصلحتها؟ نعم هي ليست يفترض أن لا تقول لها مصلحة حقيقة يعني لكن هي لم تستطع أن تسيطر على أسواك وهذه واحدة من مشاكل سياسة التحرير الاقتصادي بسياسة التحرير الاقتصادي يفترض أن لا تتدخل الحكومة تماما في الأسواق وأن تترك مسألة الأزعار والتزعير لآلية السوق العرض والطلب فقط وهذه هي السياسة التي تتبع الحكومة نعم هناك كما ذكرت وجاء في الخبر أن هناك زيادات في الأزعار غير مبررة هذه الحكومة يفترض أن تتحرك في هذا الجانب بآليات ضبط ورقابة يعني حتى تمنع مثل هذا الاستقلال ومثل هذا الجشع وهو حادث نعم صحيح في الأسواق أعتقد أن من واجب الحكومة تزعى للضبط ومراقبة الأسواق لكي تسيطر على هذا الجانب من التفلتات مشاريع التمويل الأصغر أستاذ حيدر هي مشاريع رفعت شعارها الحكومة قبل أكثر من سبع سنوات وأنشئت لها مؤسسات ضخمة أقصد فيها وهي طبعا قديمة أقدم من ذلك لكن أنشئت لها مؤسسات في خلال السبع أو الثماني سنوات الماضية مؤسسات ضخمة يعني حلم المواطنون أو أصبحوا مؤملين بأن تنتقل بهم هذه المشروعات إلى دائرة أخرى ويتحسن وضعهم المعيشي الآن لا نسمع عنها بالكاد نراها لافتات فقط لمؤسسات وسيارات أمام هذه المباني ولكن على أرض الواقع لا وجود لها البعض يتحدثون أنها أفقرت المواطنين ولم تغنهم ألا تعتقد أن إن كانت نفذت بطريقة مثل الدول الأخرى ألا تعتقد أنها كانت ستكون حلا حاسما في مثل هذه الضروف نعم فهي هذه تقدمة جيدة التي قدمت بها إلى هذا السؤال أستاذ راشد وأعتقد أن فيها جزء كبير جدا من الإجابة وكل ما ذكرته صحيح حول التمويل الأصغر وتجربة التمويل الأصغر نعم هي تجربة مفيدة ومهمة ويجب أن نحرص عليها أما تجربتنا الآن تحتاج إلى مراجعة وتطوير حقيقة هناك الكثير جدا من المشاكل والموقعات التي تحيط بهذه التجربة التمويل الأصغر من حيث هو آلية لدعم الفقراء والنهوض بهم وتمليكهم ما يمكنهم من إدارة وسائل الإنتاج تعينهم في الحياة هي تجربة لا غبار عليها تجربة مهمة وتجربة مفيدة جدا نحرص عليها ولكن تجربتنا هنا بالفعل تحتاج إلى مراجعة أولا وإلى تطوير واحدة من أكبر المشاكل أن البنوك ليست متحمسة لهذه التجربة لا تتحمس لموضوع التمويل الأصغر بالإضافة لكذا هنا مشكلة الكوادر أيضا نحتاج إلى تدريب وتطوير الكوادر التي تشرف على مثل هذا العمل أيضا مسألة الأموال المخصصة للتمويل نفسه هي أموال ضعيفة جدا يعني مهما كان لن تمكن من يحصل على التمويل يعني يقيم مشروع ذي جدوى يعني يحسن في حياتي ويفر له دخل يعينه على الحياة الإضافة إلى ذلك تجربتنا الحالية يعني لم تصل إلى المستهدفين الحقيقيين الفقراء الحقيقيين وبالذات في الأرياف هنا في حواضر المدن ويتحصل عليها من لا يصرفها في وجهها الصحيح يعني ربما يتقدم بمشروع معين ولكن عندما يحصل على التمويل رغم ضعفه يصرفه في شيء آخر يبني به ملحق في البيت يصيم به سيارته إلى آخر مثل هذه الأشياء لا تتحدث لها ربما لأن تمويل ضعيف نعم صحيح ضعف التمويل واحد من هذه المشاكل الطاقة الاستيعابية أيضا يعني بناء على ضعف التمويل نفسه وعلى ضعف الأموال المخصصة له يعني أيضا تؤثر في محدودية الطاقة الاستيعابية لبرنامج التمويل الأصغر فكل هذه مقعدات ومشاكل يعني تقعد به ويعني يعني يؤدي إلى كل الذي ذكرته في التقدمة الذي يعني قدمتها وأنت تطرح هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر